لو عندنا بلاطين جنب بعض وسي مسلا الاتنين حسن احنا لما جينا اخدنا شريحة في اتجاه الشريحة دي كملت في البلاطين يعني بمعنى صح الشريحة طيب طبعا اول حاجة خبالك في الشريحة زي ما قلنا عرضها عرضها ايه الشريحة اللي هو عرض فيه طيب خبالك شريحة زي اللي في المسال قدامنا شريحة نعمتشنا عندنا على الكاميرا هنا وك�� miners هنا وكامرة هنا بس اخبها لك واحنا بنرسم جنب الكامرا ناحية دي فيه دي طب الكامرا في النص في منها وشمالها طبعا الكامرا اللي اختار فيه برضو ايه الناحية دي يعني اخبها لك شكل الشريحة في الحقيقة هيبقى عمل كده بالظبط ان كل الكامرا فيهم دي فانها في دي جنبها كامرا بالنص طبعا في منها وشمال زي ما قلنا اولو اولو بلوكس عرضها عرضها است اللي هو اتفاني طيب اشريحة لو تفتكر بنحط Attorney المتر الطولي منها لو تفتكر باشياء لساعة توازنة ايه اللي احنا حاسبنا اللي هما الخمس بتوع طيب شريحة زي دي حالناها مسلا معدلف مجهول لما نيجي نعم لشريحة واحدة واحدة كده اول حاجة اللي عند المومنت اللي تحت لو جينا قطعنا في دلوقتي هبقى نجاك لقطع ايه معنى صح في عندي بلاطة وفي نفس الوقت في رب واحدة بس طيب لما تيجي نصمم قطاع زي دا دلوقتي قبلك المومنت تحت ده معنى ايه ان دي لساعمال تحت يعني القطاع للشغال دلوقتي شغال تي سكشن طب لما نيجي نصمم بتاعتنا بكام طبعا هي تبقى الاس اللي هي التفرع عرضة شريح طب التي اللي هي التخمت كلها ولا لأ عادتهم نطرح منها تلاتين ميليا عشان نجيب الدي طب يعني الدي عندي والبي لهو عرضة شريح عندي اللي هي الاس بنصمم عادي بسيون و جي ونطلع التسليح دايما سخين بيكتبهم دايما اتنين فيك كزا بالرب طيب ده اتفعنا بالنسبة للمومنت الايه طب بالنسبة للمومنت النيجيتف عند السكشن النيجيتف دلوقتي لو جيت قطعت هنا احنا بنقطع مفوضة عند السبورت يعني بمعنى صح لما تيجي تقطع هنا هتقطع في فلما نقطع في شكل قطاع بيبام مستطيل مش تي سكشن ينفوض القطاع ده مش تي سكشن لكن لما نيجي نصممه هتلاقي هو هو بالضبط نفس ابعدة ليه طبعا انت المومنت هنا فوق يعني دي للسهم الفوق لما تيجي تفكر كده البي اللي شغالة بكم برضو برضو بالاس اللي هو عرض الشريح والتي عندنا اللي هي نفس بتاعت الهولو بلوكس ولا لأ والكفر برضو التلاتين يبقى دي بتساوي كام التين اسكفر تلاتين مالي فتكتشف ساعتها ان قطاع الار سكشن بيتصمم هنا بالزبط زي تي سكشن فاكر زيما كان الفرق بين الار والتي البي كابيتالي الشغالة هنا الار والتي الاتنين ليهو نفس البي واحنا بنصمم ده حتى هنا واحنا بنطلع تسليح بنطلع تسليح اتنين في كزا بالرب طيب ناس كيتين ممكن تستغرب هو ازاي يعني مفوض التسليح معدي فوق وبرضو بيتاخد عندنا بالرب قبالك كده من حاجة التسليح النيجيتف ده اللي هو مفوض بيتمدى عندنا قد اي مين وشمال اللي هو ال على تلاتة وقل على اربعة مسلا في المسال ده عشان هيتمدى ال على تلاتة طيب الشريح التسليح الممدود دلوقتي ده لو احنا جينا قطعنا في الحتة دي بالزبط في المنطقة دي مش هنا هتقطع في الرب وفي نفس الوقت التسليح ده معدي فوق الرب زي ولا لا طيب شكل الخطاع بتاعنا هيبقى عامل كده بالزبط طيب فكر في حاجة لو تسليح النيجيتف ده لو في المتر الطولي زي وزي كده طبعا احنا فين تسليح ده مفوض معدي في البلاطة الخمسة سنتيلي فوق طيب بس لما ييجي ترص هنا وهنا 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 وهكذا مش ممكن يجي لنا سيخ فوق الرب بالزبط طب لو جالنا سيخ فوق الرب بالزبط لما نيجي نصب الخرصانة مش رعف نصب الرب ما صاح ساعدتها سيخ ده هنا انا اي خرصانة تخش جوه الرب عشان كده من نخش تسليح عندنا هنا بنترى ناخد تسليح بالرب ويعني ايه وهو فوق وبالك كده يعني هنيجي عند كل رب يمنها وشمال هنحط سيخين فدائما كلمة عندنا ده مقصود نحنا بنحط ايه عندنا في الاخر تسليح هنا يمين وشمال كل رب مش جواها ده يمين وشمال فوقيها مبارد افان هيبقى كده وهكذا طب ليه الموضوع ده زي ما قلنا قلنا بس عشان نضمن نحن نعرف نصب الخرصانة يعني اخو بالك بالزبط كده الكاميرا اللي في النص دلوقتي فيه بلاطة يمينها وبراطة شمالها البراطين يا محطوط الايه البلوكات والربز التسليح اللي بين البراطين دول لو اتاخد زي ما قلنا ساعتا هيجي لنا اسياق هنا فوق الربز بالزبط موك ما نتعرفش تصب خرصانة في المنطقة دي لكن تفنى بنضطر ساعتا هناخد ناجتف بتاعنا ايه بالربز يعني ساعتا زي ما قلنا هنحط سيخين يمين وشمال كل رب عشان اضمن ساعتا هنفيز بينهم اقدر ساعتا سب ايه الربز نفسها ترجمة نانسي قنقر